تحتضن مدينة الداخلة منذ صباح اليوم منتدى الأعمال المغرب إسبانيا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والنهوض باقتصاد الجهة والتعرف بمؤهلاتها وفرصها الاستثمارية لدى رجال أعمال الإسبان بلاء للمجلس الجهوي أفاد بأن هذا المنتدى الذي ينظمه مجلس جهة الداخلة ودي الذهب بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة يهدف إلى تسليط الضوء على ما تسخر به الجهة من حيث فرص الاستثمار كما يروم عقد لقاءات بين المقاولات والفاعلين والمؤسساتيين لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الداخلة وحسب البلاء فإن هذا الحدث الاقتصادي يجمع هيئات خاصة وعمومية ومستثمرين ورجال أعمال محتملين من أجل تبادل تجاري مثمر وكذا مناقشة مختلف الفرص التي من شأنها دعم تطور الميزان التجاري بين المغرب وإسبانيا كما ستتم بهذه المناسبة مناقشة إرساء روابط استثمارية جديدة بين القطاعين الخاص والعام المغربي والإسباني لا سيما في قطاعات الفلاحة والسياحة واللوجستيك والطاقات المتجددة والصيد البحري وللحديث عن هذا اللقاء معنا مباشرة من الداخلة الأستاذ ينجا الخطات رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب أستاذ ينجا أهلا ومرحبا بك مرحبا بكم أستاذ ينجا هذا الحدث يأتي في سياق المرحلة الجديدة بين المغرب وإسبانيا التي يعد التعاون الاقتصادي أحد ركائزها الرئيسية ما هي دلالات انعقاد هذا اللقاء بين الجانبين المغربي والإسباني بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية؟ طبعا هذا الملتقى هو ملتقى هام جدا باعتبار أنه هو أول ملتقى استثماري ما بين رجال أعمال إسبانيين ورجال أعمال من المغرب في مدينة الداخلة ويأتي في السياق تاريخي متميز يميزه أولا فيما يتعلق بالدينامية السياسية التي عرفتها قضية الوحدة الترابية أنتم تعلمون بأن العلاقات الإسبانية عرفت دفعة قوية جدا باعتراف الحكومة الإسبانية بأن المقترح المغربي هو المقترح الأكثر جدية في حل هذا المشكل سبقه كذلك اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا كذلك رافقته فتح الكثير من القنصليات في الأقالم الجنوبية كل هذه الدينامية السياسية مرفوقة بالدينامية الاقتصادية التي أنتم تعلمون بأن جهة الداخلة واد الذهب هي أحد الجهات الجنوبية التي خصص لها جلالة الملك في النموذج الجديد ميزانيات كبيرة جدا تهدف إلى تقوية البنى التحتية وها نحن اليوم نقف على أن الداخلة هي قطب استثماري هام يوفر فرص استثمارية كبيرة أكثر من 200 شركة إسبانية حاضرة اليوم معنا في هذا الملتقى ستكون فرصة لاستكشاف أهم فرص الاستثمار في مختلف قطعات طب ما هي الفرص الاستثمارية التي تتحدث عنها التي تمنحها الجهة لرجال أعبال الإسبان؟ الجهة الآن أولا بوضعها اليوم كجهة جذابة للاستثمار تمنحها مختلف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات قطاعات كما قلت استراتيجية قطاع الصيد البحري وأنتم تعلمون بأن إسبانيا هي شريك هام جدا وأحد المواقع التي يتم تصدير لها الكثير من المنتجات البحرية التي لدينا في الداخلة هناك تسهيلات كبيرة أنتم تعلمون بأن المركز الجهوي للاستثمار هو بوابة وحيدة يهدف إلى تسهيل كل الإجراءات الإدارية وكذلك شرح المناخ مناخ الأعمال المتوفر عندنا وهو مناخ أعمال جيد ومبني على قواعد قوية تضمن الأمن وتضمن الاستقرار لكل المستثمينين نحن في جهة الداخلة ودي الذهب يعني قمنا اليوم بتنظيم هذا الملتقى من أجل تقوية أولا الروابط التي تربط ما بين الدولة المغربية والدولة الإسبانية ولكن كذلك فتح فرص استثمارية ما بين المستثمرين من كل من الجهتين وبالتالي من طرفين وبالتالي يكون هذه الاستثمارات رابح رابح نحن كذلك مقتنعين بأن الموقع الجيوستراتيجي لجهة داخلة ودي الذهب كبوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء لها كذلك دلالة وأهمية كبيرة وكل البناء التحتية من ميناءات من مطارات من ربط الجهة بالشبكة الوطنية الكهرباء من الطرق إلى آخره ستوفر نقاط إيجابية جدا من أجل هذه الشراكة الرابحة لكل من البلدين في إطار وتهدف أساسا إلى تنمية الجهات الجنوبية وخصوصا جهة داخلة ودي الذهب ولكنها كذلك اليد في اليد ما بين الإسبان والمغاربة ستكون كذلك لها إسقاطات إيجابية على إفريقيا جنوب الصحراء فيما يتعلق بتنمية الأستاذ ينجى الخطات رئيس مجلس جهة الداخلة ودي الذهب شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات شكرا